إذن الأستاذ ياسر حمدي عايز يقول أنه النقابة الآن وبعد إقرار المفاق ونشره في الصحيفة الجريدة الرسمية أصبح على المحك أصبحت على المحك صح تمام أعم أنا معاك ويمكن الأستاذ ياسر بيكلم في هاجة أعتقد أن قلتها بشكل أو بآخر ما قلت أن بدون الشفافية والإصرار والحزم مش هنقدر أن نحول المساق ده إلى مساق حقيق بدون الشفافية والنظام والحزم طب لو حصل أنه عنصر من العناصر لحضرتك أشرت إليهم لم يتحقق هتقفلوا النقابة؟ نفر نقابة؟ لا يعني هو هتحقق لأنه عندنا وسائلنا يعني بالعكس أنه هنحولها لقضية رأي عام لا يعني مش هنبقى طب هنبقى عملنا إيه؟ لا يعني أصد إيه يعني أنت لما تحقق هكون نتيجة إيه؟ حضرتك العناصر اللي أشرت إليها يعني أنصر من العناصر ما فيش شفافية ما فيش حصل تواطئ ما في قضية إعلامي ما إعلامية ما وما حصلش يعني العقوبة لم تنزل عليه يعني هتعملوا إيه؟ لا بالتأكد هنصمم على عمل أو المناسبة هتقدموا بقى بيان احتجاج زي كوفي عنان زمان أو اللي اسمه إيه؟ هتقدموا بقى جمون؟ أه بقى جمون هارجل ما محتاج جدا لا لا ما شدت يعني أنا قصدي إيه الألية؟ هنستمر في إجراءنا وأنت تعلم أن فيه الألية التنفيذ يعني فيه مسلسل نبدأ بالتحذير ثم الإنظار ثم الإيقاف لفترة ما ثم الشطب نهائيا من العمل الإعلامي وخد بالك بقى دي في إيدينا احنا وحتحول بقى الموقف إلى خارج حدود علاقات ويعني مساندات لهذا الإعلامي أو لهذه القناة أو لهذه الإزاعة حدخله في حطة سد خدنا قرار بالشطب نهائي من العمل الإعلامي تحولت إلى جريمة جنائية لو مارس العمل ترجمة نانسي قنقر